اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وتطبيعينا الكرام جلسة طبعا رح نتكلم فيها عن سعر أونسة الدهب مثل ما شفتوا عنوان هذه المحاضرة أو الوبينار يتضمن كتير عنوان بالنسبة لمعضل التضخم بالنسبة لطبعا توقعات أسعار أونسة الدهب بلنرحب فيكم جميعا بهذه المحاضرة جزاف دهرية معكم من شركة تكمل قبل ما نبتدي نتكلم تقنيا على سعر أونسة الدهب وشو منتوقع بالمراحل الألقاد من كيف ممكن تكون سعر أو توقعات أو اتجاهات سعر أونسة الدهب وأكيد رح أعطيكم شوية سيناريات مفترضة على الإطار الصغير بعرف أنه كتير أشخاص لما يحضروا محاضرة عن الدهب أو بيكون عندنا الحشرية أنه يسمعوا أي شيء تيب على الدهب بيكون عندنا صفقات ممكن على الآن ممكن مراكز ناسينا من زمان أو على طبعا قعان يعني من قريبا من السعر الحالي وبفضله أنه يعرفوا شوي صغير على الاتجاهات المفترضة إن كان كمضاربة على الإطار الصغير أو حتى على الأمد الطويل حيب أتأكد منكم في البداية إذا الصوت والصورة واضحين طبعا قبل ما نبتدي بهذه الجلسة لكن قبل ما نبتدي بالتحاليل التقنية حيب أتكلم شوي صغير على أمور وموضوع جدا مهم بالنسبة لمعضل التدخم اللي عم بتشوفه أمامكم طبعا في كتير أشخاص هلا عم بيسمعوا عن موضوع معضل التدخم وعم بيسمعوا عن موضوع الألأ اللي عاملوا معضل التدخم أي الإنفليشن في الولايات المتحدة وفي اليوروزون كنا نسمعها طبعا من وراء موضوع جائحة كورونا فيروس وبالهندسات المالية كلمة اللي يجربوا أو يحاولوا يحسنوا الوضع ويتخطوا أزمة كورونا فيروس حبيت أنا بموضوع هيك مبسط إشرح لكون معضل التدخم وهل يترفع عنا علاقة إيجابية بين معضل التدخم وسعر أونسة الدهب بكم سلايد زغطورة قبل ما أدخل طبعا على التحاليل التقنية ونرسم أنا وياكم السيناورية المفترضة التقنيا بالنسبة لمعضل التدخم نحن نعرف أنه البنشمارك الرئيسي أو المستوى الرئيسي اللي عادة منيخذه بعين الاعتبار هو منطقة 2% 2% معضل التدخم التدخم يعني عم نحكي على غلاء الأسعار وطبعا في عنا بيان بيدل لغلاء الأسعار اللي هو الـ Consumer Price Index Consumer Price Index اللي هو طبعا بيان ومؤشر بيطلع عنا أو بيصدل عنا كل أسبوع تقريبا أو كل أسبوعين مرة اللي هو الـ CPI أكيد سامعين فيه وهذا طبعا بيدل على أو مؤشر بيدل على مدى غلاء الأسعار وغلاء الأمور المتفرة للكونسيومر أو لطبعا المعيشة بالولايات المتحدة أو بأي دولة أخرى عنا الـ CPI على كندا عنا الـ CPI على أمريكا وطبعا عديد دول ولكن نحن هنا عم ندرس الولايات المتحدة بشكل أو آخر والموضوع الأهم يلي هو الآخر يلي هو الهندسات المالية وعم نسمع كلمات من جيرين باول من الفاد الريزيرف من الـ FOMC لما يكون عندي طبعا أخبار والفاد بدو يتكلم أو جيرين باول عم نسمع عن كلمة اسمها تيبرينج تيبرينج يلي هي تقليص أصول المشتريات يلي هي طبعا موضوع الهندسات المالية يعني الهندسات المالية وتطبيع الفلوس أو الأمور اللي عم بيتتبعوها تيبرينج يعني بدو يقالصوها ليش لأنه عم بيصير في عندي ريكوفري أو ازدهار بطبعا الاقتصاد بشكل عام فطبعا كلمة تيبرينج لما نسمعها منشوف شبه ضغوطات سلبية لسعر أونسة الذهب لأنه نحن بهمنا سعر أونسة الذهب بتخلق فرص أو بترتفع لما يكون عندي أمور أو تشنجات بالعالم أو اقتصادات العالم بشكل عام هذا اللي عم بتشوفوه أمامكن هي أرقام معدل التضخم من سنة 1920 لحدة 2020 يعني عم نحكي من مئة سنة إلى اليوم شو عملنا نحن هون أخذنا معدل التضخم يلي هي بأكتر حالاتها يعني بسنة 1970 لسن تقريبا 1999 هيدا المنطقة ملاحظ أنه فيها أكتر معدل التضخم يلي هو ارتفع لمنطقة 7.4 وال5.1 وال2.9 فينا نعتبر أكيد بغض النظر عن 1940 أنا أخذت أقرب ثلاث مناطق لبعضهم وبعض كيميل هي قدر شوف إذا في حال مزبوط سعر أونسة الذهب لها علاقة مباشرة مع معدل التضخم يعني بهول ثلاثة بارز لازم كنا نشوف أو بهذه الفترات لازم كنا نشوف ارتفاع لسعر أونسة الذهب وطبعا ده مجتمع أمور مختلفة أخرى منشوف الغراف الأهم بالنسبة لألنا يلي هو بس رح وضح لكم الألوان مثل ما عم تشوفوا هون باللون الأصفر هو سعر أونسة الذهب الكمودتيز أي السلع يلي هي باللون الأزرق الـ REITs يلي هي Real Estate Investments يعني Real Estate يعني شراء الهاوسينج البيوت البناء وعندي معدل التضخم أي باللون البرتقال منلاحظ نحن إذا بدنا ناخد مثل الـ 1988-1991 منلاحظ مع طبعا هؤل ثلاث براكتز اللي أخدتهم أنا هنو الثلاث اللي فرجعتهم إيهم بالصورة قبل يعني كان معدل التضخم بأعلى مستوياته يعني أخدت هول ثلاثة بارز اللي عم تشوفوهم وطبعا عملنا الأنالسس عليهم اللي هو أكيد سحبتهم من CMBC لما كان معدل التضخم بسنة 1988 أو 1991 يعني هيدا البركت تقريبا قريب من منطقة الثلاثة بالمية أو قديش بالضبط خلينا نشوف اللي هي كانت بالضبط 2.9 بالمية عم نشوف سعر أونسة الدهب كانت نيجاتيف يعني الييلد أو المردود على سعر أونسة الدهب كان نيجاتيف أو تراجع وبالنسبة للريل إستيت كان بوزيتيف يعني عطى مردود بالنسبة للبركت الثاني اللي هي 1980 1984 كمان برضو عم نشوف هون معدل التضخم كان بوقتها 5.1 اللي هو ضرب 2 وشوي من المعدل التضخم الحالي اللي هو قريب من 2% 5.1 عم نشوف كمان عند الييلد أو ريتون المردود على سعر أونسة الدهب كمان كان نيجاتيف يعني كان عم بخسر المستثمرين اللي دخلوا بشراء سعر أونسة الدهب ريال إستيت إنفاسمنت كانت الأفضل وطبعا شراء البيوت الكوموديتز أو السلعة كانت عادي بالنسبة لسنة 1973 والتسعة وسبعين منلاحز أنه سعر أونسة الدهب كانت عم تتقلق مقارنة بمعدل التضخم الأعلى اللي هو 7% أو ما يقارب السبعة فهوني بالنسبة لقالي أنا هيدا الأرقام نفسها رح أرجع هيكي ضويلكنيها أكيد ما رح نقرية ولكن عم قلكن Gold investors lost 10% خسروا 10% بسنة 1980 إلى 1984 لما كانت معدل التضخم عم ترتفع وما يقارب تقريبا من مناطق الخمسة والستة بالمئة كمان نفس الموضوع كان مردود سعر أونسة الدهب ناقص 7.6% بسنة 1988 وال91 لما كان معدل التضخم ما يقارب الأربعة فاصل 6% سعر أونسة الدهب ارتفع بنسبة 35% بسنة 1973 والتسعة وسبعين فاللي عم نحاول أوله أو استنتاج بشكل هيكي مبسط وسريع أنه شراء سعر أونسة الدهب فقط لأنه عنده معدل تضخم مرتفع هذا الأمر خطأ والGold أو الدهب لنغطي هيك أحدى التايتلز أو العنوين اللي ذكرناها في هذه الجلسة أنه هل يترى الدهب هو anti-inflationary product؟ أو ممكن لما نسمع بمعدل التضخم أو بغلاء الأسعار لازم فورا نشوف أو نشهد ارتفاع لسعر أونسة الدهب؟ كلا هذا الموضوع خطأ لأنه historically speaking والبيانات كلها بتفرجي أنه ما عندي علاقة إيجابية مباشرة وواضحة وإنما هوني كتبت أنا بآخر جملة if you look at the very long term gold holds its value against inflation شو يعني؟ شو بتعني؟ بتعني يعني إذا في حال عم تاخد نحن هذه البراكتس اللي أخدناها لمعدل أتضخم بتلاحظوا من الثمانية وتمانين للوحدة وتسعين يعني عبارة عن أربع سنوات من الثمانين للألف تسعمية وأربعة وتمانين أربع سنوات من الثلاثة وسبعين للتسعة وسبعين يعني almost 6 سنوات يعني بمعدل خمس سنوات سعر أونسة الدهب منا أفضل حل لا تكون عم تحارب معدل التضخم أو أنت تحمي استثماراتك فيها ولكن الجملة بتقول أنه long term on the very long term يعني على الأمد جداً طويل نعم سعر أونسة الدهب بهدي أو بحافظ على مستوي أو على قيمته مقابل التضخم أو الانفليشن فبالنسبة لقلنا هذا الموضوع أول شيء تفكير بدنا الشيء لممبالنا إذا عم نسمع كتير أنه هلأ معرضة للتضخم عم يرتفع مش فوراً بدنا نركض نشري سعر أونسة الدهب إلا إذا في حال أنت مستثمر على الأمد جداً طويل وتتوقع استثمارات طويلة للأمد يعني أنت أقله بك تاخد صفقات شراء على الدهب من هلأ لكثلت أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين لأدام تمام؟ هذا موضوع جداً مهم الجراف الأخير اللي حابت فرجيكم إيه معلش ابتدايت شوية صغيرة أتكلم عن الاقتصاد وعلى أرقام اقتصادية لأنه بمعظم الجلسات اليومية اللي منقوم فيها منعمل تحليل تقانية ومنشوف الرسوم البيانية ومنحليل فيبوناتشي وموجة إليوت سيبك من هذا الكلام كله نحن عنا كمان هون اقتصاد عنا داتا بين إيدينا بدي شوف إذا هذا الموضوع الأنسب إذا منلاحظ كمان هون مش رح ندخل بتفاصيل الرسم لأنه جداً صعب في يتضمن دلتا والCPI والVariant وإلى ما هونالك والييلد كمان أو الريترن اللي تستنجوا من هذا الجراف بقول أنه بسنة 1980 تقريباً كانت هي المرحلة الوحيدة اللي كانت uncomfortably high CPI inflation اللي هي زائد الأربعة بالمئة لما كانت CPI أو معضلة الضخم للCPI كانت أربعة بالمئة كان عندك إذا بدك ما كان عندك سعر أونسة الدهب عم ترتفع معه وبنفس الوقت أفضل مردود لسعر أونسة الدهب كانت بكورتر الرابع من سنة لألفين وسبعة إلى كورتر اثنين سنة لألفين وثمانين شو بيعني هذا التحليل شو صار أو شو حصل بكورتر الرابع من سنة لألفين وسبعة أوكي وشو صار بكورتر اثنين ألفين وثمانين حدا بيقدر يجاوبني من الموجودين معنا هون ما شاء الله عليكم يعني ثلاثين شخص موجود بالجلسة وأكيد رح يتم تسجيل أقصامة لهيد الجلسة ورح طبعاً نحملها على يوتيوب حدا بيقدر من الأشخاص الموجودين يتذكر ويقلي شو صار بآخر كورتر بنهاية لألفين وسبعة وبداية لألفين وثمانين كرميلة شفنا قوة أو على الدهب بسنة لألفين وثمانين ممكن حدا يقلي الأزمة المالية رقوف مية بالمية الأزمة المالية أو اللي حصلت بآخر بداية لألفين وثمانين اللي هي بالولايات المتحدة وذلك طبعاً كان ناتج عن موضوع قدما البنوك دينت العالم فلوس وما قدرت ترده فصار في عندها البنوك عم تسترد سيارات وتسترد بيوت وبطل عندها لكوديتي أو صيول كتير فطبعاً هذا الموضوع عمل انهيار بالهاوسينج كراش وحصل الانهيار طبعاً أكيد فعاليته بتروح وانتدادته بتروح على المؤشرات الأمريكية وشفنا الانهيار طبعاً الالفين وثمانين ومش بس انهيار كان على المؤشرات أيضاً إذا منفتح اليورو مقابل الدولار البون مقابل الدولار جميع العملات الرئاسية بتلاحظ أنه في عندك انهيار كمان بالعملات الرئاسية كذلك الأمر يعني هون منستنتج أنه سعر قمسة الدهب تتقلق وبيكون مردودة أعلى بالأزمات المالية أو بحال تشنجات معينة كذلك الأمر نفس الموضوع خصل بمارش 2020 بمارش 2020 سعر قمسة الدهب تقريباً جنوري فبروري مارش جنوري فبروري مارش كانت هون هيدا الفترة سعر قمسة الدهب تقلقت عند مارش 2020 اللي هي لما أعلنت كورونا أو جاء يعني الباندميك أعلنت بالفعل جائحة خلص أعلنت باندميك فامتداد فيروس كورونا أعلن جائحة سعر قمسة الدهب تقلق وارتفع من منطقة 1400 1500 إلى منطقة 1750 كهدف أول ارتد شوي وكفأ تجهو الصاعد وطبعاً كان مدعون بالأخبار السيئة الناجحة عن امتداد فيروس كورونا والتشنجات العالمية يعني اللي بقدر إلكوني إنه التشنجات اللي ممكن تدعم ارتفاع سعر ونسة الدهب هي الأخبار المفاجئة هي جائحات أو البانداميكس هي الـ Global Financial Crisis أو الأزمات المالية العالمية اللي ممكن تحصل أو الكراش أو الانهيارات وأنما بالنسبة للمعضل التضخم لا بالنسبة للتيبرينج لما نجي نسمع عن تايبرينج ونجي نسمع عنا اليوم جاكسون هول ميتينج وكمان عنا بسبتمبر عشرين وواحدة وعشرين اجتماع كمان للمونيتاري هذا الموضوع كله بدنا نخكي فيه ولكن ننتقل من التفكير طويل الأمد إلى تفكير أصير الأمد يعني على سبيل المثال جي نسمعنا أنه جارين باول والفادر ريزورف أو سنترل بانكرز سنترل بانكرز اللي عم يجتمعوا اليوم بقاعة جاكسون بجاكسون هول بقاعة جاكسون اللي هو طبعا أندرو جاكسون اللي خلينا نتأكد من الموضوع بس أندرو جاكسون صح اللي هو مرسوم على عفوا على صورته على العشرين دولار أندرو جاكسون صح أندرو جاكسون اللي هو رئيس الجمهورية السابع للولايات المتحدة وطبعا عنده قاعة اللي هي اسمها جاكسون هول على اسمه أوكي فسنترل بانكرز اليوم رح يكونوا مجتمعين سوا بده يقولوا أو بده يذكروا كلمة اللي هي تايبرينج ولكن برأيكم تايبرينج أو تخفيد الهندسات المالية بتكون ناتجة أكيد من دون شك أنا وياكن منعرف أنه في تحسن بالاقتصاد في عندي ازدهار بالاقتصاد في عندي أرقام البطالة عم بتخف في عندي وظائف عم بتخلاق فرص عمل بالولايات المتحدة ممكن تايبرينج يحصل تايبرينج أي تقليص أصول المشتريات أو بالباند باينج أو بالأسد بورشيسيز يلي هو منخفف زبتكن الهندسات المالية اللي عم نتبعها ترميلا نحاول نحسن الاقتصاد كلمة تايبرينج إذن ذكرت يعني فعندك تحسن بالاقتصاد ولكن هل يترى برأيكم أنه ممكن يكون عندي تايبرينج بأوضاع بأوضاع أو ب زبتكن فترة عم يزداد فيها أعداد دلتا فاريينت وموضوع الفاكسيناشن أو اللقاحات ما بدي أتكلم عليه ومش موضوع ولكن أنتو بتعرفوا مدى فعالية اللقاح مقابل دلتا فاريينت وكنا شفنا بعض اللوكداون والإغلاقات بنيوزيلندا وهذه الأمور كلها فبالنسبة لألنا إذا ما سمعنا كلمة تايبرينج بالاجتماعات هلأ اللي عم بتصير بجاكسن هول لا يمكن أن نتوقع بقى تراجع لسعر أونسة الدهب لأن سعر أونسة الدهب ممكن تتراجع إذا في حال في عندك حلول سعر أونسة الدهب ترتفع لما يكون في عندك تشنجات تمام حدا عنده أي سؤال أنا عم شوف أنه اللي أكيد رح يصير في البرزنتيشن رح تكون موجودة على يوتيوب أوكي ومسجلي طيب فبالنسبة لاجتماعات أصيرة الأمد نحنا في انتظار كلمة تايبرين نحنا في انتظار كلمة التحصن الاقتصادي والأشخاص اللي عينوا أو أنظاروا على معدل التضخم رجاء انسوا هذا الموضوع لأنه ببداية الجلسة أثبتت لكم أنه معدل التضخم وأقتصاديا والأرقام كلها ما عندك غير مرة وحدة صار في عندي تضخم جدا ضخم يلوهو بالسبعة بالمية وكانت سعر أونسة الدهب عم تتقلق ممكن يكون عندك غير فاكتورز كمان أو غير كاتاليست أو محركات أخرى اللي قدت إلى ارتفاع سعر أونسة الدهب بوقتها فبالنسبة لك مرتين من أصل ثلاث مرات ما كان عندك ارتفاع سعر أونسة الدهب مع معدل التضخم هوني بنستنتج أنه أنا لما اسمع ارتفاع معدل التضخم واسمع لغارد عم تتكلم عن معدل التضخم وحتى الولايات المتحدة ويقولوا لي أنه من المشكلة بالوقت الحالي في يصدقهم بالوقت الحالي أو في يصدقهم شكل أو آخر أنه بالفعل من المشكلة الرئاسية معدل التضخم نعم مشكلة رح يصير فيه غلب بالأسعار وغلب الأسعار يعني غلب السلع غلب السلع يعني غلب سعر أونسة الدهب ولكن الفترة الزمنية ممكن تكون طويلة جدا وما تنسبك أنت كمضارب بشراء سعر أونسة الدهب على المدى القصير وهذا اللي أدى إلى الفلاش كراش هون بننتقل أنا بياكم إلى موضوع الفلاش كراش لما ابتدينا نسمع عن معدل التضخم كنا ابتدينا ندخل بمرحلة طبعا من بين فبراير 2021 يعني تقريبا منذ أربعة شهور لليوم أكتر شيء كنا نسمع عن معدل التضخم يعني سعر أونسة الدهب دخلت بهذه المرحلة وكنا شفنا مع وجود كلام عن معدل التضخم شفنا تراجع وانهيار ولقوا بنا بالفلاش كراش لأنه كان انهيار سريع لسعر أونسة الدهب وكتير أشخاص ومستثمرين تأززوا طبعا بهذا التراجع الفكرة بأجمع إذا بدي فكر تقنيا وأتكلم تقنيا سيد عبدالله عم بسألني كيف أنجح في المضاربة أو في السكالبينج بسعر أونسة الدهب هلأ بنتكلم عن هذا الموضوع أو عن موضوع السكالبينج ولكن أنا حبيب هلأ بالمبدأ لأنه عم بذكر على الأمد الطويل بعد التحليل خلينا نحكي شوي صغيرة عن وجود خبر معين وبنفس الوقت وجود السعر تقنيا بمنطقة حساسة شو بقصد بقصد بكلامي أنه إذا في حال بدك تتكلم عن معدل التضخم أو في حال بدك تتكلم عن خلينا نقول محرك أساسي رح يدعم سعر أونسة الدهب للشراء لازم أيضا يكون سعر أونسة الدهب تقنيا بمناطق مغرية للشراء وفرصة شراء تكون موجودة وتتوقع بداية موجة اندفاعية ليش تكلمت بهذه الطريقة يا جزاف مع أنه سعر أونسة الدهب مع كل الأخبار والبيانات الاقتصادية نعم نجد أن نشهد ارتفاع ولكن تقنية نحن نعرف أنه وصول الدهب إلى البنطقة لـ 2073 دولار أنهينا الموجة رقم 3 بطبعا حسب تحاليل موجة إليوت ودخلنا بمرحلة أفقية تصححية بامتياز التي تلقب بالموجة رقم 4 والموجة رقم 4 في قوانين موجة إليوت ولكل الأشخاص اللي بيتبعوا موجة إليوت أو سامعين عنه بيعرفوا أن الموجة رقم 4 هي الأصعب بالتدولات هي الأصعب بالتقلبات وبارتفاع التقلبات والتذبذبات الأفقية رقم 3 هي الأصعب لتحديد شكلة إذا رح يكون تصحيح مبسط أي simple correction أو رح تكون مرحلة الصحية معقدة أي complex correction أو رح تكون zigzag أو double zigzag والفرق بيناتهم هي شكلة بكل بساطة شكل الموجة رقم 4 ممكن تكون هذه الموجة الثلاثة الاندفاعية الموجة رقم 4 فيها تاخد عدة أشكال سيبك من سعر أونسة الدهب رح فسر لك الأشكال على اليمين ممكن تكون مثلث من وراء ارتفاع اندفاعي تدخل بمرحلة أفقية بشكل مثلث ما قبل تكملية اتجاه الصعاد ممكن يكون عندك من وراء ارتفاع معين ارتفاع معين يكون عندك مرحلة الصحية A B C اللي هي عبارة عن مرحلة الصحية simple أو بسيطة بشكل 3 موجات A ارتفاع B وهبوط C وفيها تكون بشكل معقد متل ما سجلتها سعر انسة الذهب ABCA اللي هي أي لقب W منسميها ويترجع ترتفاع X ونرجع نهبوط Y اللي هي الموجة الطصحية المعقدة ABC هي بتصير هون A B وC نرجع منكفل W XY تمام وفيها تكون دابل زجزاج حتى تكون معقدة اكتر جوزاف انت برأيك الفلاش كراش او الهبوط الحاد اللي حصل على سعر اونسة الذهب وبالضبط مخترق للقاع السابق اللي هو المنطقة المحورية الرئيسية على سعر اونسة الذهب برأيك انه هيدا المنطقة او هيدا الهبوط فينا نحسب ضمن المرحلة التصحية يعني فيها نحسب هون W كمان بين هللان W يعني مرحلة التصحية معقدة معقدة وهون ارتفع X X يعني تاني غير مرحلة W X Y اللي هي حصلنا عليها هون اللي هي صار اسمها W بين هللان X X وهون Y Y او نسميها Z على سبيل المثال يعني وسجلت قاعة مزدوج نعم فيها تكون مرحلة الصحية معقدة معقدة يلي هي بدورة لو حصلنا على Flash Crash ولكن ما اخترقت القاعة السابق وسجلت لقاعة مزدوج وبرضو سجلت لشيء اسمه V-Shape Recovery ونحنا كتير مني عم نعرف عم نسمع وعم نشوف الدو جونز كيف تصرف الدولار كندي كيف عم يتصرف ومعظم الأزواج والproducts الموجودة عنها على منصة التداول كيف عم تتصرف يلي هي V-Shape Recovery يعني يا أحمد جابر حرف L-V حرف L-V هو ارتداد سريع نحصل عليه لما يكون في عندك هروب من قاعة معين شو يعني هروب من قاعة معين يعني ممكن أن السوق يكون قاصد أنه ينزل يهبط بشكل سريع ويلمس في الخسارة لمعظم المستثمرين لدخلين بصفقات الشراء ويقلص عدد عقود الشراء يلي هني العقود الآجلة عم نتكلم عن Long Future Contracts ونجي نقول أنه هلأ الذهب صار فيه ارتفع لأنه صار عندك كمية مستثمرين أقل دخلين بصفقات الشراء نعم ممكن لما جن ندخل على sentiment trading كتير أشخاص بحبوها وبيخدوها بعين الاعتبار و نعم مهم لما نجي تطلع على sentiment trading عم نلاحظ أنه 50% شراء 50% باع على سعر أونسة الذهب وانتو بتعرفوا أنه لما يكون في عندك شراء أكتر على الذهب بعض الأشخاص بقولوا أنه والله الترند لازم يرتفع وفي عندك أشخاص هني بحب يكونوا أو عكس على اتجاه العام وبقولوا إذا 50% أو 60% دخلين شراء على سعر أونسة الذهب يعني كمية كبيرة يعني لا أتوقع أنا ممكن يرتفع السوق ويربح كل هيد الكمية من المستثمرين لدخلين شراء يعني أنا أتوقع الضعف وهون بيبلش نحصل على زيادة التقلبات كيرميل اللي يصير في عندك ووقف خسارات ولمس ووقف الخسارات هلا رح أحكي تقنيا على سعر أونسة الذهب ولكن على الأمد الطويل ذكرتلك بوضوح أنه العد الموجة وطريقة العد الموجة أو طريقة التفكير بالنسبة لوجود سعر أونسة الذهب بهيد المنطقة وبهذا الشكل هو مرحلة تصحية وليست إشارة إنعكسية أي عندك بعد موجة صعود جديدة لتسجيل قمم جديدة مثل الـ 2150 والـ 2200 والـ 2300 والـ 2500 وما في شيء يمنى وإذا بترجع لوراء أو تاريخ الذهب نحن كتير منيح أن نعرف أنه بسنة تقريبا 1975 ارتفع الذهب لمنطقة الـ 600 دولار رجع هبط من الـ 600 إلى 200 ورجع ارتفع لـ 1924 رجع هبط وهلأ عم نرتفع يعني إذا بدي أخذ موجات الـ 8 على الأمد الطويل هيد الموج رقم واحد أو فينا عدة أكيد بتبلش فهلأ زل حدا بيشتغل موجات ما يجي لوم لي يقل بالنشرة بـ 1 2 3 ولكن أنا عم عدة بطريقة اندفاعية اللي هي هيدا الموج رقم 3 4 كلمة اللي أجي يقول أنه هذا الارتفاع الحالي هو الموج الأخيرة والخامسة أو لسعار أمسة الذهب والموج الخامسة بقوانين موجات بالنسبة للسلع أو لسعار أمسة الذهب هي الأطول وليست الموج رقم 3 معقول يعني إذا في حال الموج رقم 3 كانت من 200 دولار لل 1900 دولار يعني ارتفاع 1700 دولار لسعر أمسة الذهب تتوقع أن الموج رقم 5 ترتفع أكتر من 1700 دولار يعني ممكن بالفعل نوصل إلى مناطق وأرقام مثل ما كنا نسمع أنه سعر أمسة الذهب رح توصل إلى 4000 وال5000 دولار ما في شي مستبعد وخصوصا بالنسبة للأزمات العالمية اللي عم ندخل فيها هلأ اللي ابتدت بسنة 2019 وكل اللي عالم كانت عم تقول يا جماعة سنة 2019 كانت صعبة جدا وسنة 2020 عم تجي أصعب وسنة 2021 أصعب وأصعب وبهذا الوقت عم تشوف سعر أمسة الذهب عم بتسجلك قمم وقعان أعلى من بعض البعض وهذا يدل على اتجاه عم صاعد وهذا يدل أنه نعم عندك تقلبات وتذبذبات داخل هذا الصعود ولكن الاتجاه هو صاعد بالنسبة للأخبار والتيبرين والهندسات المالية نعم رح تدعم صعود سعر أمسة الذهب نعم عندي محركات أخرى وليست الدولار الأمريكي ممكن على الإطار الصغير تدعم أو الدولار الأمريكي يدعم صعود الذهب ولكن إذا ما ندخل على مؤشر الدولار الأمريكي اللي بتابعوني بيعرفوا كتير منيح أنه جزاف شايف الدولار الأمريكي هبوط ضخم هبوط انهيار ضخم وطبعا هبوط الدولار الأمريكي رح يكون ناتج بالنسبة للهندسات المالية وبالنسبة لمعضلة تضخم وبالنسبة للإنترست ريتس أو الفوائد بالبنوك المركزية اللي بالولايات المتحدة هلأ تركينا نير زيرو شياني تركينا نير زيرو لما تكون فايدة قريبة من السفر بالولايات المتحدة يعني شو عم بتقل الدولة يعني شو عم بتقل الدولة عم بتقل تعد دين مني واستثمر بفايدة جداً ضئيلة يعني عم بتحسن أو عم بتشجع الاستثمارات يعني عم بتشجع إنه العالم تجي تاخد من البنوك لأنه لما توتى الانترست ريتس فوراً بديوتى من دون شك بيمشوا تقريباً سوا منه نفس الشي بالضبط ولكن أكيد بيلحقوا بعض أو بيصير فيه عندك شيء اسمه تقلنا على موضوع تاني ملفت للنظر فيه اذكروا هيك بشكل سريع لو بتعطوني ديء من الوقت إذا في حال الفوايد أو الانترست ريتس عم ترتفع أصبحت مايو قارب 3% على سبيل المثال وبنفس الوقت اللون ريتس اللي هن الدين عم بيكونوا تحت لـ 3% يعني أنت ممكن تتديان من البنك على 2% أو 1.5% وترجع تحطهم بالبنك أو ببنك آخر تستفيد 3% عليهم ترجع تغطي دينك ويكون عندك فرق 1% هذا عم تحطه بجيبتك يعني هادي شو بتعني arbitrage opportunity فرصة فرصة لألك لتستفيد من البنك لذلك الريتس الانترست ريتس مع اللون ريتس أكيد بيتحركوا سوا وبيعالوا وبينزلوا سوا فلما نجي نتكلم نحن على موضوع أنه الانترست ريتس نير زيره بشكل أو آخر كمان عم نقول أنه الولايات المتحدة أو الدولة عم تسمح للمستثمرين أنه يجوا يستثمروا أو يجوا ياخدوا فلوس من البنك كرميلا يصير في حركة اقتصادية أكتر وكاشفلو أكتر وتبرم الأمور بشكل أوضح هون نجي نتكلم على ضعف الدولة على ضعف الاقتصاد عم بتشجعني الدولة استثمر يعني هي تعبانة أو ضعها تعبانة بده يصير في بده يصير في كاشفلو بده يصير في ترنوفر هيدا أول نقطة سلبية ثاني نقطة سلبية امتدرات كورونا فيروس بشكل واضح وعدم السيطر عليها من قبل اللقاح تالتا الهندسات الميلية اللي بعضهم عم بدخوا فلوس أكتر وأكتر وغيره وغيره ضعف للدولار الأمريكي متوقع وهذا الارتفاع هو ارتفاع ثلاثة تصحيح على الهبوط من منطقة المية وثلاثة إلى منطقة التسعة وثمانين يعني تراجع اللي شفته انت على الباوند وعلى اليورو وحتى على سعر أونسة الدهب فيكن ناتج شوي صغير عن ارتداد صعودة للدولار الأمريكي ولكن مش بشكل واضح ما تنسى إذا بتدخل على جوجل وبتعمل What DXY Contains هيدعطوه اللي بقوله بالجلسات التبعي الدولار الأمريكي يتضمن نسب مئوية من العملات لأنه مؤشر الدولار الأمريكي أو DXY هو مؤشر يتضمن نسب مئوية مقابل العملات يلي هو 57% من وزنه يورو 13% يان ياباني 11% باوند أو ستيرلين 9% كندي سويديش كورونا 4% وفرنك سويسر 3% يعني ما فيك تجي تقل أنت ارتفاع مئة نقطة للدولار الأمريكي يعني نتوقع هبوط لليورو مئة نقطة لا أنت غلطان تتوقع هبوط 200 نقطة لليورو لأن وزن الدولار الأمريكي أقوى بكتير 100 نقطة ارتفاع للدولار الأمريكي يعني 200 نقطة هبوط وهذا بالفعل اللي حصل عم بتشوف ارتفاع للدولار الأمريكي تقريبا كانت بحدود خلينا نقول قديش ارتفع الدولار الأمريكي من القاعي اللي هو من التسعين من التسعين تقريبا لتلاتة وتسعين 300 نقطة شفنا هبوط لليورو من منطقة المئة وخمسة وعشر للمئة وسبعتاشر 800 نقطة هبوط 300 نقطة صعود للدولار الأمريكي قدت إلى تراجعة 800 نقطة لليورو مقابل الدولار ولكن نعم بعضنا بإطار إيجابي نعم بعضنا شايفين دولار الأمريكي هابط نعم بعضنا شايفين اليورو عم بيرتفع وعم بسجل على الأمد الطويل قم مقرعا على بعض البعض بعرف أنه من محاضرة عن اليورو ولكن ما بيشكي من شي تراجع بسيط مقابل تكنية انتجاء الصاعد والارتفاعات على الأمد الطويل بعد موجودة لليورو مش يعني هلأ إذا عم تشوف تراجع اليورو يعني خلص انهيار لا بعد ما تشوف ضعف للدولار الأمريكي بعد ما تشوف ارتفاع لسعة الأمد على الأمد الطويل والإطار الشهري نحن بالموجة رقم أربعة من الموجة الخامسة اللي هي واحد اتنين واحد واتنين وثلاثة واربعة وخمسة تلاتة تراجع الموجة رقم أربعة وارتفاع الموجة الخامسة اللي ممكن تستهدف خلال سنة 2021 أو حتى 2022 منطقة 222 وال2300 استثمارات طويلة الأمد متوطعة طيب جزيف معقول يكون في عندي مخاطر على استثمارات بسعر أونسة الدهب بالوقت الحالي إذا في حال بدأشتري هلأ إذا في حال بدأشتري هلأ آه إيمان إيمان عم تقلي عامر هلأ برد عليك على موضوع الـ US 10 وشو علاقتها بالدهب أوكي وصل لك سؤال سؤال مهم ولكن السؤال الأهم هل يترى الفرصة مناسبة لشراء سعر أونسة الدهب نعم ولكن كم من المخاطر يا إيمان تتوقعي أنه ممكن أنت تعرضي لأسمالك لأنه كنا شفنا الفلاش كراش والانهيارات السريعة اللي ممكن تحصل والأسوال المالية خبيط لنا كتير أمور والفلاش كراش ما حدا في سيطر عليها وممكن حتى السوق يهبط ويسجلك موجة هبوط سريعة من دون أي مبرر ومن دون أي سبب بتقل لي الشركة الصينية حاولت أو باعت دهبيات أو طلعت خبر أنه والله الصين تدخلت بالمانيبوليشن أو بتحركات معينة وهذا الشيء قدأ إلى فلاش كراش على الدهب أوكي بنهاية النهار هذا التحرك ليس مبرر وإنما معتمد يعني يا إيمان إذا في حال بيكتفكري باستثمارات على سعر قمسة الدهب اللي بقدر اللي كيه تقونيا بيأخذ بعد الأعتبار أنه في منقع الموج رقم 2 إلى قمة الموج رقم 3 بعد ما استهدف 50% يعني بعد فيه عنده مجال للتراجع إذا بدنا نعتبر أنه هذا الارتفاع الموج رقم 1 عم نحكي A B Wave 2 بداية الموج رقم 3 يلي هي اعتبر 3 هون أنا ما بيعتبرها تلاتة أنا بيعتبرها هايدي بعد عندها مجالة تصير الموج رقم 3 ولكن بأخذ بع الاعتبار أنه انتهينا من الموج رقم 3 الموج رقم 4 يا جماعة يحق لها الارتداد من الموج رقم 3 بنسبة 50% يعني كل الصعود من هايدي النقطة 0 إلى نقطة الانتهاء ارتداد 50% من الارتفاع كله بحقل الموج رقم 4 تنتد فيها مثل ما عم نشوف أنه الموج رقم 4 ثبتت منطقة الـ 38% واخترقت بعض الاختراقات هون شوي صغير بعد عندها مجالة 1640 جوزيف تتوقع يهبط ذهب 1640 أبدا يعني شو بيصير فيه سيناريو الآخر لألك بيصير السيناريو المختلف طبعي هو ناخد في بوناتشي من قاعة الموج رقم 2 هون لثلاتة ليش أخدتوا من هون يا جوزيف ليش ليش من هون مش من هون رح قللك ليش لأنه أنا برأيي شخصي وال متواضع أنه هذا الارتفاع الموج رقم 1 الموج رقم 2 اللي هي A B C ثلاث موجاتها الصحية ABC 2 الموج رقم 1 من 3 الموج رقم 3 تتضمن خمس موجات داخلها واحد اتنين 1 2 3 4 5 هيدا الموج رقم 3 هون هيدا الموج رقم 4 من الموج رقم 3 ومن ثم ارتفاع حرف V بالموج رقم 5 من الموج رقم 3 منكون انتهينا الرقم 3 يعني رقم 1 رقم 2 رقم 3 هي فوق على 2200 2300 لذلك مناخد فيبوناتشي من قاع الموج رقم 2 هيدا إلى الكمة طبعا الموج رقم 3 هون ومنلاحز انه الارتداد كان بالضبط 50% اللي هو تم تثبيته مرة واثنين واثلاثة يعني برأيي الشخصة سعر قنسة الدهب وتثبيته إلى منطقة الـ 50% وتثبيته لـ 3 مرات لا اتوقع انه في عنده امل باختراقه بتقل لي في عنده امل بالتراجعة شوي بقل لك في عندك اوكي احتمال تراجعة شوي احتمال ولكن ما عنده امل باختراق القاع للـ Flash Crash هيدا برأيي الشخصي الشيء التاني يلي هو على الامد القصير كسكولبينج وكمضاربة نعم الارتفاع لانه كان سريع والارتداد سريع بحرف V عام من عدة بشكل اندفاعي بشكل واحد واثنين وهون الموج رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الموج رقم ثلاثة تراجع الموج رقم اربعة اللي بيحضرنا بالجلسات اليومية قلنا انه في عنده احتمال باستهداف منطقة 1775 1770 ومن ثم نتوقع الشراء من جديد يعني انا بالنسبة لأي اي تراجع لمنطقة 1775 1770 رح تكون فرصة ممتازة لشراء وتعزيز شراء الدهب من جديد السؤال التاني اللي بقول Can you please talk about the relation between US 10 years government bonds and gold عادة نحن لما نجي نتكلم على US 10 years نجي نتطلع US 10 years US 10 years اللي هن سندات الخزينة للولايات المتحدة لعشر سنين لقدان لما اجي اتكلم عادة بسط الامور بفكرة معينة ونحن على طول منحلل على فكرة US 10 years منعطيها علاقة ايجابية بين وتقريبا بين الدولار الامريكي وليست 100% ولكن علاقة ايجابية وشو السبب السبب انه هي جملة بسيطة وواضحة منو موضوعي لذلك ما راح كتير اتفرع فيها ولكن لما يصير في عندك طلب او ارتفاع هيدا المردود على سندات الخزين للولايات المتحدة اضمن استثمار بالعالم هو سندات الخزين كيف لا تكون سندات الخزين تتابعة لولايات المتحدة لما يكون المردود كيف تشوف المردود لسندات الخزين تدخل على bloomberg dot com بشكل سريع تضغط على rates and bonds بالقائم من فوق تضغط على rates and bonds منور rates and bonds تضغط على US للولايات المتحدة وبتنزل على 10 year government bond بتلاحظ انه هلأ الييلد او المردود 1.35% 1.35% يعني اي اذا انت بتستثمر هلأ بالسنة بيطلع لك 1.35% مردود على مصريات كل ما يرتفع هذا المردود او 10 years يعني عم بيجذب مستثمرين اكتر ليستثمروا بسندات الخزين للولايات المتحدة كل ما انت تنوي انك بدك تستثمر بسندات الخزين الامريكية بشو بدك تشتريها باي عملة مين كان حكينا مين كان سألنا السؤال مين سأله عامر عامر باي عملة بدك تشتري عامر سندات الخزين الامريكية اذا بدك تستثمر انت فيك هلأ تاخد بدي بالدولار الامريكي انت فيك هلأ تاخد ليرة لبنانية او ريال سعودي او او اي عملة اخرى لامريكا تشتري سندات خزين بدك الدولار الامريكي الدولار الامريكي لما يصير عندك طلب على سندات الخزين يعني صار عندك طلب على الدولار الامريكي انا بالشكل او اخر عم بتقلي سندات الخزين الامريكية لما ترتفع ممكن ترفع مع الدولار الامريكي يعني ممكن تضغط بشكل سلبي على سعر اونسي الدهب صح ولا لا هذه العلاقة ولكن ليست جدا ضئيلة النسبة المقوية ضئيلة لابد منكسر قاع الاسابة 1680 قبل استكمال الصعود وبداية موجة الخامسة السامح هذا مجرد اراء بالنسبة لقلنا سعر اونسي الدهب ما فيه الى ارتداد ارتداد كحد اقصى 1770-1760 ومن ثم شراء وشراء وشراء اكيد مانا متشبس بقرائي اكيد انا فقط بنتظر بعض الاشارات من الرسم البيانية ولكن المعطيات هيك عم بالدل بكل طواضع ممكن تشح لنا استاذ جزافي استراتيجية مضاربة على الفريمات الصغيرة بكل بساطة اذا بك تشتغل على فريمات صغيرة على سعر اونسي الدهب استعمل اطار الساعة يليه الانماط الاحتوائية على سبيل المثال شو رأيك فيها مثلا ما رح اجي قللك ومؤشر التمسيح وتنتظر اختراقات معين لان هذه بطيقة شوية على سعر اونسي الدهب فيه اعطيك فيه اعطيك كتير من المؤشرات الجديدة اللي عنا اياها بتكمل فقط بتكمل نحنا عنا السنتيمت تريدر شفتوا هون على اليسار لما اجي اعملك مني ترمين بعملها دراك بضغط على اوكي شفت هون كيف تعمل تريدنج شفت لما اعطيك مثلا على سبيل المثال بضغط ياس اوكي تطلع عندك شاعم تشوف هيدا الامور كلها هيدا فقط بتكمل لان عنا ادوات نحنا منعطيها للعميل بيضيفها على منصة التداول وبرضو بيطلع لك كمير هوني شو شو بيطلع لك هون بالنسبة للأوسياترز او بالنسبة للمؤشرات الموجودة عندك تضغط على custom شوف شو عندك تكمل bar changer تكمل candle countdown تكمل chart group تكمل down chain تكمل gravity high low عندك كتير امور ممكن انك تستعملها على سبيل المثال هيدا فقط فيه تكمل تضغط عليها تعطيك pivot point pivot point اي المنطقة المحورية شو يعني pivot point يعني الرقم المتوسط المحوري اللي عم يدول عليه السوق شوف شو طلع لك هون طلع لك resistance one مقاومة رقم واحد مقاومة رقم اثنين لحالة بمجرد مضغط كبسة زر واحدة المقاومة رقم ثلاثة support one نقطة دعم رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة سنعندك اهداف سنعندك support سنعندك نقاط الدعم والمقاومة فقط بكبسة زر ممكن تستعملها كسكالبين ولكن انا بالنسبة لقلي الشموع اليابانية هي الاهم على اطار ساعة على سبيل المثال مثل ما عم تشوف النمط الابتلاعي او الاحتوائي عندك موجة صعود هذا نمط احتوائي ابتلاعي الشمعة سجلت كمة جديدة اغلقت تحت افتتاحها احتويت الشمعة اللي قبلها سميناه نمط احتوائي عطتنا اشارة سلبية من وراء ارتفاع لازم ادخل بصفقات بيع نفس الموضوع هون نمط احتوائي على القاع حتى ممكن تشوف هذا نمط احتوائي من وراء ارتفاع هبوط ارتفاع هبوط شوفوا السكالبين شوفوا كم صفقة واحدة اثنان ثلاثة ثلاثة صفقات من وراء نمط الاحتوائي هون عنده شي لا هون ما عنده شي لأنه على طول النمط الاحتوائي بدي ايه على القاع او على القمة على اعلى مستوى اعلى شمعة بيجي النمط الاحتوائي اللي هو بيعطيك اشارة ايجابية او سلبية على القمة سلبية على القاع إيجابي يلي هو النمط الاحتوائي وكنت ذكرت النمط الاحتوائي على إطار أربع ساعات لما سعر أونسة الدهب سجلته هون على منطقة 1720 و 1730 قلت لكم على إطار أربع ساعات يا جماعة عم نشهد تراجع على سعر أونسة الدهب من وراء ارتداد المفاجئ ومن ثم فجأة صار عندي انجلفي باتل هون على إطار أربع ساعات من هون توقعنا ارتفاع سعر أونسة الدهب يلي بتابع الجلسات تبعنا بيعرف انه من هون دخلنا شراء الدهب لما كان عم بيسجل لي هيك شموع سريعة مد دولنا قلنا نحن في انتظار إشارة معينة لما حصلنا على الإشارة من 1730 1728 حطينا هدف 1744 وجعنا حطينا هدف 1774 وجعنا حطينا هدف 1809 وكيف يا جوزيف طلع لك 1809 باستخدام كمان فيبوناتشي إكسبانشن يلي هي مستعملة مع موجة إليوت لما نشوف ارتفاع الموج الخامسة وين ممكن تكون ارتفاع الموج الخامسة منيخذ فيبوناتشي إكسبانشن من قاة الموج رقم 2 إلى قمة الموج رقم 3 إلى قاة الموج رقم 4 وبيتلع عندك هدف الواحدة وستين بالمئة على إطار 15 دقيقة بتكون أمور أوضح إذا بدكم هيدا اللي صار شو عملنا نحن هون بارتفاع الذهب الأخير من 1775 عديت الموج رقم 1 2 شو عملت؟ خد فيبوناتشي إكسبانشن من هون عم تشوفوا النقطة هيدا فيبوناتشي إكسبانشن قاع ارتفعنا بالموج رقم 3 استعملتها كمان كنقطة الموج رقم 4 استعملتها كنقطة طلع لي هدف الموج الخامسة اللي هي واحدة أو ستين فاصل ثمانية بالمئة خليني شيل صورتي لتبين الأمور أكتر عم تشوفوا هون شو صار وهذا تحليل موجات إليوت ودمجه مع فيبوناتشي إكسبانشن نحن أرجع لكم كيف نحن محن فيبوناتشي إكسبانشن تضغط على انسرت على اليسار فيبوناتشي إكسبانشن من قاع الموج رقم 2 إلى قم بيتقى الموج رقم 3 إلى قاع الموج رقم 4 بيطلع لك هدف الموج رقم 5 وأول نقطة مقوم بتكون الواحدة وستين بالمئة اللي هي الف وثمانية وتسعة اللي تم تثبيتها مرة واثنين وتلاتة وارتد من نصف هيك تلع لنا هدف الموج رقم 5 مش هناك بالمحاضرة وبالجلسات اليومية سألون الجلسات في وم تتوقع الذهب يرتد اللي تلكن الف وثمانية وتسعة أوكي طيب آآ رح تكون تسجل المحاضرة على 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 يوتيوب أوكي آآ ما هو سعر الذهب الذي لو كسر نكون قد دخلنا الموجة الخامسة آآ سامح أنت رائع سامح نجيب هذا سؤال رائع وين مناخد اكتيفاشن وكونفرميشن أول مرة بسمع هيك سؤال وين مناخد كونفرميشن وتأكيد أنه الموجة الخامسة قد ابتدت يعني أنت جزافة عم بتقلي هذا كله تراجع الموجة رقم 4 يعني مرحلة أفقية وبدأ انطلاقة جديدة بالموجة رقم 5 وين بتبتدأ الموجة رقم 5 وين ممكن نشوف بداية أو تأكيد للموجة رقم 5 لا الأدوات أناس فقط على 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 اللابتوب وليس على الموبايل باستعمال فيبوناتشي من آخر قمة لآخر قاع يا سامح بتنتظر اختراق منطقة السبعين بالمية بتقلي يا جزافة كتير سبعين بالمية يعني الف وتسعمية واربعين تتاخد إشارة شراء بس إذا شريته يا سامح على الف وتسعمية واربعين رح تسكره على الفين وميتان الفين وثلاثمية لأنه بكون اخترق لك خط مقاومة رئيسي هون هيده أولا بكون اخترق لك ارتداد الف وتسعمية واربعين بركي لا سمح الله بركي بركي ناخد بعين الاعتبار موجة صحية معقدة على معقدة على دبل زيجزاج يلي هي كانت بشكل ABCW هون كمان A B و C خلينا نعتبرها A Big Wave A هون عند small A أكيد هون مع W X Y بغض النظر Big A هون A B Big B ارتفع لمنطقة 1700 1900 عفوا وثلاثين 1920 وارجع هبط ABCC شو بنعمل بيك حالة يا سامح ولا بيكون خراب لنا بايتنا بيكون هبط الموج A ارتفع B رجع هبط سيب ما قبل السعود من جديد بيكون كله مبرر له لانه هاي دي الموجة رقم اربعة فيها تكون تصحية وبكل بساطة الموجة رقم خمسة يتم تفعيلها على منطقة الالف وتسعمية واربعين الف وتسعمية وخمسة واربعين ويمكن اخدنا وتأكيد للاتجاء الصاعد على بداية موجة رقم خمسة فيه يرتفع هون يجاي يهبط يجاي يرتفع نحن في انتظارة ولكن سؤالك اكتر من رائع واكتر من جني اوكي بعرف بعيد شوي يمكن خيبتلك املك ولكن اسمح لي فيها انا كتير سعيد بوجودكم معي ما شاء الله عليكم رقم ما توقعت انه شوفوا بهذه المحاضرة بدأتشكركم كتير ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من هذه الجلسات او البنارات اللي عم نعملها لكن الاشخاص اللي ما بيعرفوني اول مرة بيحضروني جانيفر وكل الاشخاص على فيسبوك الصفحة طبعنا اسمها تكمل العربية تكمل بالانجليش العربية بالعربي وهي ده اسم الصفحة رح فرجيكم يا هلأ على فيسبوك اوكي وهذا بروفايل على فيسبوك لا يفتح جوزاف ضهرية بالعربي جوزاف ضهرية تكمل العربية بتكمل بالانجليش والعربية باللغة العربية هيدا صفحتنا نعمل جلسات بشكل يومي نحنا اوكي هيدا الجلسة اليومية اليوم عملناها هلأ من 3 ساعات او 4 ساعات هيدا الجلسات اليومية منعملها بشكل يومي وممكن تتابعونا وتتابعوا تحاليلنا مش بس على الدهب على اليورو على المؤشرات وعلى النفط وعلى كل شي ونشتغل موجات ونشتغل بفيبوناتشي ومشتغل بكل الأمور فإن شاء الله تكونوا استنتعتوا فيها لهذه المحاضرة واستفدتوا منها شكراً أنس شكراً سامح شكراً جانيفر لكل الموجودين معنا شزاف ظهري من شركة بتكمل إلى الليكم